أكد الخبير في الطاقة المتجددة سعد مازن أن انتاج العراق الحالي من الطاقة الكهربائية والمقدر بنحو 26 ألف ميجاوات يمكن أن يكفي في حال تطبيق نظام الجباية الدقيقة ما سيدفع الجميع إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة كبيرة وبالتالي يقل الضغط على الانتاج والتوزيع ونصح بأن تكون الجباية عادلة وتركز على المواطنين الأغنية الذين يستهلكون الطاقة كهربائية كبيرة وكذلك على المعامل ودوائر الدولة الرابحة حيث أن المواطن الفقير أو محدود الدخل يستهلك طاقة كهربائية قليلة بشكل أساسي ومع ذلك فأن الجباية الدقيقة سوف تدفع الجميع إلى ترشيد استهلاك الكهرباء